أهلا ومرحبا أصدقائي متابعي أسترو جيت بوابة الفضاء معكم رامي عماد في هذا الإطلاق الرائع والجميل الذي نشاهده من غويانا الفرنسية لصاروخ أريان 5 شركة أريان سبيس الأوروبية تطلق من غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية لأنها أقرب إلى خطل السوا وبالتالي توفر في الوقود سيكون هذا الصاروخ حاملا معه إلى مدار المتسامة الأرضي حمولتين وساتلين للإتصالات أحد هذين الساتلين هو سعودي جيوسات واحد لصالح شركة هيلسات اليونانية والذي يسمى أيضا هيلسات أربعة وأيضا جيوسات واحد وثلاثين الهندي وهو ساتلات صلاة هندي طبعا هذه الساتل هي تماثل الساتل التي نقوم بتوليف قنواتنا الفضائية والديجيتال بالنسبة لها يعني نقوم بتوجيه صحون الالتقاط الإشارة أو صحون لاقطة الديش أو ديجيتال إليها على سطوح منازلنا لالتقاط الإشارة طبعا سبع دقائق تفصلنا عن الإطلاق طبعا ربما هناك تلاحظون أن الأمر غريب نوعا ما أن نقوم بالبث على صفحتنا على الفيسبوك وهذا استثنائيا طبعا لسبب أمور خارجة عن إرادتنا وضحنا جزء منها بشكل سريع في فيديو عرضناه منذ ساعات على قناة أستروغيت بوابة الفضاء على اليوتيوب طبعا هناك مشاكل واجهتنا من قبل اليوتيوب حيث وردنا منع لتسعين يوم من البث المباشر رغم تواصلنا مع من يدعي أنه يملك الحقوق التي بالخطأ عرض جزء منها ضمن بث خاص غير منشور لم ننشر هذا الفيديو وكان مجرد لأغراض تدريبية نحن نقوم بالتدريب والبث التجريبي لتطوير إمكانياتنا ولتقديم أمور أفضل والتخطيط لبرامج أفضل نعرضها خلال هذا البث التجريبي أحد البثوط التجريبية جرى خطأ معين وعرضنا دقائق بسيطة بشكل خاص ضمن فيديو خاص غير منشور أبدا لمقاطع من قناة In A Notchill التعليمية وهي من أشهر قنوات التعليمية على مستوى العالم فقام اليوتيوب بإجراء حضر لألبث لقناتنا بسبب هذا الأمر قمنا بتواصل مباشرة مع هذه القناة قناة In A Notchill وأبدوا تجاوبا كبيرا معنا وقاموا بإزالة الشكوى وسمح لنا باستخدام الفيديو وكانوا جدا لطفاء ومتعاونين إلى أبعد درجة وتمنوا لنا النجاح بعدما شاهدوا ما نقوم به في قناتنا لكن مع هذا ولمدة أسبوع بعد هذا الإجراء وأنا أنتظر من اليوتيوب أن يلغي الحضر بما أن السبب الذي يدعو لهذا الحضر هو بلاغي يعني لا يوجد هناك أي انتهاك لحقوق الملكية نهائيا لأن أولا الفيديو لم ينشر ثانيا أن صاحب الحقوق سمح لنا بذلك طبعا نشاهد هنا الحمولة الساتل أثناء عمليات تفحصي الأخيرة قبل تحميله في على مثل هذا الصاروخ في غرفة الحمولة طبعا يمكننا تلقي أسئلتكم ومشاركاتكم أيضا على الفيسبوك وأرجو من فريق أستروكيت بوغات الفضاء أن يشاركوا هذا الرابط على صفحات الفضائية صفحات هوات الفلاك على الفيسبوك أرجو منكم ذلك سأقوم بتحديث رابط التحويل طبعا نتلقى أسئلتكم وملاحظاتكم دائما في الدرشة على اليوتيوب ولكن هذه أول مرة نحاول أن نتلقاها على درشة الفيسبوك فننتظر الأسئلة والمشاركات وسنقوم بالشرح بالتفصيل عن مهمة هذين الساتلين والصاروخ الذي سيطلقهما طبعا أقوم بتحديث الروابط الآن كي يصل هذا الرابط لجميع أرجو من فريق أستروغيت أستروغيت بورد الفضاء أن ينشر الرابط على أوسع نطاق كي يصل لجميع المتابعين نشاهد دراع الإمساك هذه دراع التي تثبت الصاروخ وتقوم بزيادة والموازنة ضغط الأكسجين السائل والوقود داخل الصاروخ نلاحظ أن هناك مثلا صممات تقوم بتنفيذ الضغط الزائد وهناك صممات أخرى أو أدرع أخرى تقوم بإضافة الوقود وإعادة يعني جعل الساتل ممتلئا والصاروخ ممتلئا وذلك طبعا للسبب دقيقة تفصلنا على الإطلاق نلاحظ أن يقومون الآن بشكر الشركات القائمة على هذا التصنيع شركة أريان سبيس تشكر أيضا شركة عرب سات وشركة المصممة للصاروخ والمالكة لشركة هلا سات اليونانية المالكة لهذا الساتل والشركة إسرو الهندية أيضا وكالة الفضائية الهندية المالكة لساتل جي سات تفصلنا أربعة عشر ثانية العبد النهائي للإطلاق راقبوا معنا سبعة ستة خمسة إشعال وتنسحب وتنسحب الدراعات أدرع الإمساك تنسحب ويجري الإشعال بالطاقة القصوى وإشعال المحركات الصلبة نلاحظ أن لون الانفجار ساطع جداً لون هذا النفث النار الخارجة من الصاروخ ساطعة جداً بحيث أنها تحول المنظر لما يبدو أنه منظر ليلي يعني بسبب سطوعها الشديد طبعاً المعززين الجانبين هنا يعملان على الوقود الصلب كما لاحظنا يعني لون النفاث والنار الصعدة منهما وكميتها وحرارتها تختلف بشكل كبير عن الوقود العادي السائل ووقود الصواريخ السائل ويكون دفعها أقوى بكثير طبعاً لكن هناك مشاكل فيها وهي أنها يصعب جداً توجيهها على عكس المحركات التي تعمل بالوقود السائل التي يسهل وضع آليات تساعد على توجيه هذا المحرك كما تسمى بالإنجليزية فيمكنه أن يحرف الصاروخ قليلاً ويتحكم في مساره بينما الصاروخ الذي يعمل على الوقود الصلب لا يمكن تحكم مساره إلا مؤخراً جرى بعض الإضافات البسيطة والذكية فعلاً بفتح نوافة جانبية يخرج منها النفاث بنسبة معينة بحيث يمكنها أن تؤدي إلى توجيه الصاروخ لكن هذا الأمر يعني أعقد بكثير من التعامل مع آلية هيدروليكية عادية لتوجيه الصاروخ المحرك الصاروخي السائل ثم هناك مشكلة أهم وهي أنها متى أشعلت الصاروخ الصلب العامل بالوقود الصلب يبقى مشتغلاً بأقوى طاقة له حتى ينفت تماماً لا يمكنك إطفاءه لا يمكنك تخفيض الطاقة تخفيض الدفع أو زيادة الدفع فهذه المشكلة تواجهنا طبعاً نرحب بجميع الذين ينضمون إلينا الآن سيمو علوي السلام عليكم عليكم السلام أنا طبعاً أرحب بكل أسئلتكم وتعليقاتكم هنا وأرجو منكم مشاركة هذا الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين لأننا للأسف نقوم بهذا البث استثنائياً على الفيسبوك لأعطال خارجة عن إرادتنا بالنسبة للبث على اليوتيوب خمسمائة كيلومتر الآن وينفصل المعزين الصلبين بنجاح طبعاً التي نشاهدها الآن هنا هذه الصورة التي نشاهدها هي محاكاة وليست الصورة الحقية حتى الآن لكن بسبب أن الغيوم تفصلنا عن مشاهدة الصاروخ لا يمكن رصد الصاروخ بسبب الغيوم في منطقة غويانا الفرنسية أو منطقة قاعدة الإطلاق في أمريكا الجنوبية بدأ الآن يقترب من ارتفاع المئة كيلومتر نلاحظ السرعة هنا سأقوم بإطفاء هذا التكر فقط لتروا السرعة نلاحظ أن السرعة هنا مائتين وتسعة عشر كيلومتر هذه المسافة والسرعة ألفين أفواً السرعة مائتين وتسعة وثلاثين كيلومتر في الثاني أعتقد هذا غريب السرعة غريبة فعلياً هي 2.4 كيلومتر في الثاني ربما الفاصلة والنقطة تختلفان هنا بسبب النظام الأمريكي والنظام الأوروبي أعتقد يتم أيضاً تخلص من الغطاء الحمولة كما شاهدنا الآن لأنه لا حاجة له الآن لأن الساتل أصبح والصاروخ أصبح الآن في مناطق عالية جداً من غلاف الجو وفي مناطق لا يوجد فيها هواء يصطدم ويضرر ويقوم بتسبب بأضرار لهذا الساتل فيتم التخلص من غطاء الحمولة والذي يحمي الحمولة من الهواء والعصف الشديد لانطلاق الصاروخ وهو يعمل كما وظيفة نافذة السيارة الأمامية مثلاً التي تحمي الركاب من عصف الرياح عندما تسير هذه السيارة بسرعة كبيرة لكن حالما وصلت لطبقات عالية من الغلاف الجوي لا يوجد فيها هواء بكمية كافية يعني قد تسبب أي أضرار فأن هذا الغطاء يصبح وزناً زائداً يمكنك التخلص منه وتوفير الوقود بأنك عند تقليل الوزن يصبح الصاروخ أسرع بوتسيلاند السلام عليكم شكراً على المجهولاتك الشكر لكم أصدقائي المتابعين وأنا أعتذر مرة أخرى بسبب عدم تمكننا من البث على اليوتيوب سنحاول إجراء مفاوضات مع اليوتيوب لإعادة هذا الأمر طبعاً السبب هو عندما كنا نقوم ببث تجريبي بسيط كان هناك مشاكل تواجهنا أثناء البث فقمنا بتجربة عدة أرادات مختلفة خلالها تعرضنا لتبليغ طبعاً سنشرح الآن عن هذا يتحدثوا الآن عن هنا التي يقومون فيها بالتصنيع وتفقد السواتل كما نشاهد وهي مدينة فضائية متكاملة يسمونها أريان سيتيز أو مدن أريان التابعة لأريان سبيس طبعاً وهي يعني تعتبر شراكة للإطلاق بين روسيا وبين الاتحاد الأوروبي أو الوكالة الأوروبية للفضاء طبعاً تعرضنا نحن لتبليغ أوتوماتيكي يعني ليس تبليغ من شخص لأن الفيديو كان خاصاً وهذا طبيعي بالنسبة ليوتيوب يقوم عندما يجد أي تشابه في المحتوى يقوم بالتبليغ عنه تواصلنا مع الشخص المالك للمحتوى أصلاً وهو إنا ناتشيل قناة عالمية جداً مشهورة علمية باللغة الإنجليزية وكانت تجاوبهم جداً رائع معنا ولطيف وقاموا بتشجيعنا وقاموا بالسماح لنا باستخدام هذا المحتوى لكن اليوتيوب أبقى على المنع رغم زوال سببه أصلاً فنحاول أن يشترط اليوتيوب أن يتم سحب هذا التبليغ لكن التبليغ تم سحبه بالفعل فهذه المشكلة التي وقعنا بها وكنا نأمل حتى اليوم حتى فترة قريبة منذ ساعات كنا نأمل أن يتم إصلاح المشكلة وأن نبث على اليوتيوب يمكنكم تفقد قناتنا على اليوتيوب أسترو جيت بوابة الفضاء سنضع روابط أيضاً في التعليقات وفي البوس الآن نحن في المرحلة الثانية سيستمر في الإطلاق لمدة ثانية كاملة قبل أن يطفئ محركاته ولاحظوا هنا إعادة إعادة الإطلاق إطلاق رائع جداً ولاحظوا اللمعان والنار المستعرة جداً وهي طبعاً تتبع قوانين في الفيزياء تسمى قوانين الجسم الأسود إشعاع الجسم الأسود لمن الرسول الفيزياء والمختصين فيها وهي تصف حرارة ولمعان والإشعاعات وحيز نطاق الإشعاعات التي ينبعث من أي جسم حسب حرارته ويمكن عن طريقة حساب حرارة لتصل للآلاف انفصال ناجح للمرحلة الثانية والآن إشعال ناجح هذه المحركات تكون محركات مخصصة لتعمل في الفضاء في جو الخلاء لاحظوا هنا أنها تكون بـ ISP أو نبض خاص عالي جداً يعني أنها تكون موفرة للوقود وتكون بإجراء هذه الصورة الحقية الآن نشاهد الانفصال بكاميرا حقيقية وهذه المحاكات عندما تكون طبعاً هذه المحركات عالية الكفاءة وذات نبض خاص عالي جداً وهي أنها بواحدة وقود معينة يعني لتر وقود مثلاً تقوم برفع المدار أو بتغيير السرعة بكمية أكبر بكثير من غيرها من الصواريخ لكن على حساب الدفع فقوة الدفع فيها تكون ضعيفة جداً وبالتالي نلاحظ أنها تضطر لأن تهبط في مدارها يعني تكون مدارها دون مداري وتصبح هنا نلاحظ الارتفاع هذا الارتفاع بالنسبة للمسافة تقوم بأن تهبط قليلاً وتقلل ارتفاعها قليلاً لتكسب سرعة كافية لتصل إلى السرعة المدارية الآن هي 7.08 كيلومتر في الثانية تقطع 7 كيلومترات في كل ثانية كما نلاحظ والمسافة هي 2000 كيلومتر حتى الآن والارتفاع هي الآن على ارتفاع 173 كيلومتر يعني أصبحت في الفضاء أصبحت في مدار أرضي أدنى يعني يعتبر تقريباً المدار الأرضي الأدنى يبدأ من المائتين هل الفيديو والصوت واضح؟ إذا كان هناك مشاكل في الفيديو والصوت أرجو إخباري لأننا لست متأكدة من أن كل الأمور تجري يعني مئة بالمئة كما ينبغي لأنني أشاهد الكثير من انخفاضات في سرعة الإنترنت لدي إلى أي ارتفاع هذا الساتل؟ هذا الساتل السؤال طبعاً من بوتسي لاند هذا الساتل مخصص للساتلين طبعاً هو يحمل ساتلين معاً سيصلان إلى المدار الجيو ستيشنري أوربت يعني المدار المتسامة الأرضي وهو مدار يبقى فيه طبعاً بعيد جداً يكون لكنه يبقى الساتل فيه فوق منطقة محددة تماماً من خط السواء من الأرض وهو يكون ثابتاً دائماً في منطقة واحدة في السماء لتوجه عليه الصحن يعني لا تحتاج لتتبع الساتل من الصباح إلى المساء مثلاً وأن تحرك الصحن اللاقط على سطحك على سطح منزلك حتى أن تلتقط الإشارة منه لأنه يسير يدور حول الأرض بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسها ويكون فوق نقطة محددة من خط السواء فبالتالي يكون دورانه متزامناً ومتسامتاً مع دوران الأرض فوق نقطة محددة من مدار الأرض طبعاً الحمولة الأولى وهي الساتل هليسات ثلاثة عفواً هليسات أربعة أعتذر هليسات أربعة وهو الساتل جيوسات السعودي سعودي جيوسات واحد هذا سيكون في المدار بزاوية أعتقد أن الزاوية واحد عفواً الزاوية ستكون تسعة وثلاثين شرقاً زاوية تسعة ثلاثين شرقاً وسيكون طبعاً سيستمر في مدته لمدة خمسة عشر سنة طبعاً هذا سيساعد في هذه المنطقة هنا تسعة وثلاثين شرقاً سيغطي هذه المنطقة كاملة منطقة الشرق الأوسط تقريباً ولمدة خمسة عشر سنة يمكن تمديدها لحوالي ثلاثة وعشر سنة لأن الوقود المزود فيه يكفيه لثلاثة وعشر سنة والتلسكوب أو الساتل عفواً الهندي جيسات سيكون في المكان ثمانة واربعين شرقاً وهي يغطي المنطقة أو شبه القارة الهندية نلاحظ أنه يحمل ثلاثة ميزات إضافية جديدة وهو مطور طبعاً تطوير عن الهيكلية الأساسية لتلسكوب لوكيد مارتن سوات لوكيد مارتن طبعاً وزن الساتلين معاً عشر طن تقريباً عشر تالاف واثنان وخمسين كيلوغرام الأول وزنه ستة كيلوغرام وزن هلاسات أربعة ستة كيلوغرام وهو مبني على هيكل لوكيد مارتن A2100 المطور ويتضمن منتقنات الحديثة أنظمة دفع متطورة وألواح شمسية رقيقة ومرينة يمكن طيها وأجهزة إلكترونية حديثة إلى أي ارتفاع أجبنا عن ذلك؟ رابط قناتنا على اليوتيوب شكراً فريق أستروغيت بوارك الفضاء ونرحب بجميع الذين ينضمون إلينا الآن ناجي نوصيري شكراً جداً لتعليقك ولدعوتك أصدقائك أرجو من جميع المشاركة ودعوة أصدقائكم نستقبل طبعاً أسئلاتكم وتعليقاتكم في الدردشة طبعاً هو جزء من عرب سات من شركة مملوكة طبعاً من شركة عرب سات السعودية نلاحظ هنا بالنسبة للمواقع هذه عرضة مواقع السواتل بالنسبة للزوايا أي منها للشرق وأي منها للغرب والزوايا التي تفصلها عن بعضها البعض نلاحظ الآن أن الساتل بدأ بأن سرعته بدأت تصل للسرعة المدارية والآن بدأ يرفع مداره الآن مداره يرتفع بدلاً من أن ينخفض يعني يكون الآن هو في حضيذ مداره بينما كان في البداية في ذروته نلاحظ هنا من هذا البروفايل كما يسمى أو هذا المسار هذه مدينة العبد العزيز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهي تستثمر طبعاً في التقنيات المتقدمة والبحاث المتقدمة برنامج البحاث المتقدمة بالتعاون طبعاً مع معاهد وجامعات أمريكية وشركات أمريكية فخمة ومخضرمة في مجال الفضاء والتكنولوجيا منها MIT ومنها Boeing ومنها غيرها طبعاً من الشركات طبعاً تستثمر في مجال الطاقة في مجال إيجاد حلول بديلة وطاقة بديلة للطاقة النفطية والآن الحاجة الحثيثة للماء الشرب يدفع السعودية لإجراء أبحاث في هذا المجال والآن يقومون بصناعة محطات توليد للطاقة تعمل على أنظمة جديدة طبعاً متقدمة طبعاً وهذه التقنيات أيضاً لها تأثير سيكون على النواحي الطبية وتطوير المجال الطبي وتقنياته وأيضاً عدد السكان في المملكة العربية السعودية يزداد بشكل كبير وبالتالي أيضاً تؤثر هذه على الازدحام وعلى التلوث في الهواء فأيضاً بحاجة لتطوير في هذا المجال أيضاً وأيضاً التطوير المستدام بالنسبة للفضاء وتقنات الفلك والفضاء والتواصل عن بعد وإدارة الكوارث والزراعة وإدارة الموارد الطبيعية هذه تتم كلها عن طريقة السواتل التي تقوم بالاستشعار عن بعد ودراسة هذه الأمور بما أن السعودية يندر فيها الماء الصالح للسقايا والشرب فيكون هذا الاهتمام مضاعفاً بالنسبة لهذه الأمور كل نظام بشري يبدأ وينتهي من البيئة والبيئة الصحراوية للسعودية تدفع الناس وتدفع المطورين للعمل على تحسين هذه الظروف والتغلب على هذه الصعوبات الآن يبدأ برفع مداره كما نشاهد كل الأمور تسير على ما يرام هذه وزيرة النقل أعتقد لفرنسا والإتحاد الأوروبي وزيرة النقل كما نشاهد تقوم بمشاهدة الإطلاق من صالة المشتري في قاعدة فهي قاعدة الإطلاق في جويانا الفرنسية الآن سيقوم بعرض ملخص صغير عن الساتل الثاني وهو الساتل الهندي بوتسيلاند معروف أن الهند تطلق قمار صناعي لماذا هذا الإطلاق تم عن طريق أريان طبعا لأن الساتل صغير يعتبر حجمه دون الأربعة طن تقريبا ربما لا يوجد لديها التنوع الكافي من الصواريخ الهندية التي يمكنها أن توصل هذا بكفاءة معينة يمكن بحسابات الربح والخسارة والتوفير ربما يكون استخدامها لاستئجار صاروخ أوفر من صناعة صاروخ وإطلاقه لأن حسب وزن هذا الساتل وحسب المدار وهناك حسابات كثيرة تدخل في هذا الموضوع فهو يدخل الآن كراكب ثانوي وليس راكب أساسي على هذه المهمة هو ساتل ثاني ضمن المهمة الأساسية لإطلاق سعودي جيوسات واحد أو هيلسات أربعة له اسمين يعني الاسم التصنيعي حسب تصنيعي لأنه صنعته شركة عرب سات السعودية المالكة لهيلسات اليونانية نلاحظ هذا الساتل وحجمه وكيفية تصنيعه لاحظوا كيف يتم تصنيعه وتفقده قبل الإطلاق طبعا لا تنسوا أبدا الإعجاب بهذا الفيديو ونشره وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وعلى الصفحات الكافة التي تهتم بالفيزياء والفلك ويمكنكم أيضا زيارة قناتنا على اليوتيوب أستروغيت بوابة الفضاء ومشاهدة الإطلاقات السابقة وكافة الشروحات عنها طبعا لمن يهتم بالمحاكات برنابج محاكات الإطلاق الفضائي كربل هذا البروفايل طبعا جدا مميز ويعني لمن يعرف فرق النبض الخاص ونسبة الدفع للوزن بالنسبة للصواريخ سيجد هذا أمرا مذهلا جدا وفكرة غريبة للوهل الأولى لكنها ذكية جدا حالما تتعمق فيها قليلا أنا كنت أستخدم هذا البروفايل أو هذا المسار شخصيا قبل أن أكتشف أن أريان سبيس تستخدمه على صواريخها المرحلة الثانية مثلا أو صواريخ المتجهة للمدار المتسامت أيضا يعرضون فيديو آخر عن الحمولة وهنا محاكات عن الساتلين السرعة الآن وصلت إلى ثمانة آلاف متر في الثانية يعني ثمانية فاصلة تسعة حتى فاصلة تسعة خمسة كيلومتر في الثانية والمسافة سبعة آلاف وثمانمائة واثنائي عشرة كيلومترا والارتفاع أربعمائة وعشرين كيلومترا يعني بدأ الآن بالوصول إلى ارتفاع أو تجاوز قليلا ارتفاع المحطة الفضائية الدولية التي يسكنها بشكل دائم رواد فضاء الحمام مرزوق هل توقف البث؟ هل هناك مشكلة في البث؟ هل هناك مشكلة في البث؟ إذا كان هناك أي مشاكل في البث أرجو إخباري أنا أعتقد أن البث عندي تجمد طبعا شكر للدكتور تركي أل سعود هنا من قبل المتحدث والسيد خالد الفالح أيضا وهما يعني من الشركة السعودية عرب سات طبعا هذين الساتلين هما ساتلي اتصالات يعني مهمتهما الاتصالات وأعتقد أنهما أيضا يعني ربما يتعلقون ببث الإداعي والتلفزيوني كم نشاهد؟ يغطون هذه المناطق وكل منطقة بنطاق راديوي معين إذا كان هناك مشاكل في البث أرجو إخباري شغال الحمام مرزوق شغال كله تمام أنس لا يوجد مشاكل كلهم على ما يرام شكرا لجميع المعلقين أرجو منكم أن تشاركون بآرائكم وأن تسئلتكم وسنجيب عليها حتى لو كانت غير متعلقة بهذا البث تحديدا يعني يمكنكم السؤال عن أي ما يتعلق بالإطلاقات الفضائية أو ما يتعلق بعلم الفضاء والفلك وسنجيب بقدر ما تخولنا معرفتنا يعني أنا لا أدعي أنني متخصص أو مختص بهذه الأمور لكن أحاول قرر الإمكان أن أبحث وأن أجلب الإجابة الدقيقة والعميقة الآن سيتم خلال ثواني إيقاف الدفع في إيقاف نشاهد إيقاف ناجح لمحرك المرحلة الأخيرة هنا أصبحت سرعة 9.3 كم في الثانية السرعة النهائية لهذا الإطلاق ستصل 9.7 يعني عندما تصل إلى 9.7 الآن ستطلق أساتل الأول بسرعة 9.4 ثم عندما تطلق أساتل الثاني ستصبح 9.7 أو ما دونها بقليل طبعا هذا ليس مدار لا يصل الصاروخ بهذه المرحلة إلى مدار المتسامت بشكل تام هو يصل لمدار انتقالي إلى المدار المتسامت سنشرح ذلك في فيديوهات أخرى ربما يكون فيها شروحات أوضح لكن سأحاول أن أعثر على صورة أو ربما يساعدني أحد أعضاء فريق أستروكيت بوابة الفضاء صورة للمدار الانتقالي إلى المدار المتسامت Geostationary Transfer Orbit ربما نعرضها وتشرح هذا الأمر طبعا هذه الآن حاليا تسير يعني كما لو أنك تسير بسيارة وأوقفت المحرك ورفعت قدمك عن دواسة الوقود فإنها تبقى تسير دون أي توقف يعني السيارة تتوقف بسبب وجود هواء ووجود احتكاك في الفضاء لا يوجد هواء لا يوجد احتكاك وبالتالي تبقى تسير بشكل إلا ما لا نهاية سامي عماد شركة أريان سبيس تابعة لأي دولة وهل هي شركة خاصة كسبيس اكس أو شركة حكومية هي مشروع تعاون مشترك بين الوكالة الفضائية الأوروبية والوكالة الروسية الآن تأكيد على انفصال ناجح للساتل الأول نشاهد هنا الفريق السعودي فريق عربسات السعودي يقوم بتهنئة بعضهم بعضا بهذا الإطلاق الناجح نشاهد الإطلاق وما نراه الآن في الخريطة هو يمر تقريبا فوق الصومال فوق قرن الإفريقي أو منطقة الصومال ونشاهد أضواء المنبعثة من اليمن ومن مكة والمدينة هذه هنا نشاهد مركز المتابعة والمراقبة الذي يلتقط الإشارة ويؤكد أن البث والإشارة يجري التقاطها بنجاح وهم من يؤكدون على نجاح وصول هذا الساتل للمداره أم لا طبعا يصل إلى مدار انتقالي كما قلنا ثم من المدار الانتقالي يجري تدوير المدار صديقي أنس إذا كان إمكانك إيجاد صورة لجيوستشنري ترانسفر أوربيت تحديدا ترانسفر الانتقالي سأحاول أن أعثر على صورة هنا طبعا قاعد جوبيتر هي المركز العصبي أو الدماغ العصبي لمنصة الإطلاق أو لمنطقة الإطلاق في قويانة الفرنسية كما شاهدنا نجاهد المدار هو مدار يكون متسامت أي يدور تماما مع دوران الأرض بنفس السرعة وبالتالي يبقى فوق منطقة محددة وتحديدا فوق خط الإسواء لأنه لو كان شمال خط الإسواء وجنوبه فالمي للمدار سيؤدي أنه سيبقى فوق منطقة محددة لكنه سيشرق إلى الشمال ثم يغيب تحت الأفق ثم يعود مرة أخرى إطلاق أو الاستغناء الآن عن الفاصل الذي كان يفصل بين الساتلين مثل فاصل لحماية الحمولة الأولى وفاصلة عن الحمولة الثانية والآن يتم التحضير لإطلاق الساتل الهندي التابع لوكالة إسرو الهندية وكالة الفضاء الهندية أعتقد أن هذه الصورة ربما تشرح ذلك أحاول أن ترجمة نانسي قنقر طبعا أنا أحاول أن نعثر على الصورة المناسبة طبعا نتلقى سئلتكم وتعليقاتكم دائما هل الصورة واضحة؟ هل الصورة واضحة الآن؟ هذه الصورة كما نشاهد هذه الأرض الزرقاء وهذا الأخضر هو المدار الأدنى وهو الذي تدور فيه المحطة الفضائية الدولية يقوم بالإطلاق الصاروخ بسرعة أكبر وبالتالي يمتد مداره إلى مدار ترانز ترانسفر يعني مدار انتقالي إلى مدار الجيو ستيشن ري و الأصفر المدار الأسور هوا المدار الانتقالي والمدار الأخضر هو المدار الأدنى ينتقل من المدار الأدنى إلى المدار المتسامد بأن يزيد سرعته في منطقة الحضيظ الصاروخ يزيد سرعته في منطقة الحضيض فيؤدي لرفع ذروة مداره حتى يصل ارتفاع الذروة إلى ارتفاع يساوي تماما ارتفاع المدار المتسامد عندها يجري إفلات السواتل في هذا المدار المدار الأسود ثم هذه السواتل يمكن إفلاتها هنا أو هنا في أي منطقة من المدار الأسود لا يهم يعني ثم عندما تصل هذه السواتل إلى هذه المنطقة الحمراء وهي ذروة المدار الانتقالي للمدار المتسامد الأرضي تقوم بإشعال محركاتها مرة أخرى لترفع سرعتها وتصل إلى المدار الأصفر وهو تدوير المدار فيصبح مدارا دائريا نظاميا أتمنى أن تكون هذا الشرح واضح ووافي طبعا في 1981 كان أول إطلاق تجريبي للهند وهو لساتل تابع لشركة أبل الأمريكية وكان لصالح طبعا الهند وهذا التعاون وشراكة طويلة جدا بين الهند وعريان سبيس ما هو مصير الفاصل هل يبقى على علو 1740 كم؟ بوتسيلاند أسئلتك رائعة جدا جدا على فكرة لكن أريد أن أعيد فتح الصورة لشرح ما سألتي عنه هنا الصاروخ الحامل الصاروخ الحامل هل الصورة واضحة هكذا؟ الصاروخ الحامل والغطاء الفاصل بين الساتلين يكونان على هذا المرار الأسود وهذا المرار الأسود تكون حضيضه يكون منخفضا نوعا ما بحيث يحتك مع جزء من الغلاف الجوي أو يجري تعديل هذا المسار بطريقة معينة يحتك في حضيضه مع الغلاف الجوي بحيث أنه بعد إطلاق السواتل تعود المركبة الصاروخ الذي أنجز مهمته على تم وجه وبقية الأمور المتعلقة بها كالحواجز الفاصلة مثلا وغيرها من الأمور وتصل إلى منطقة هنا تحتك فيها مع الغلاف الجوي تكون أدنى قليلا يعني من المدار الأدنى تكون تحتك مع الغلاف الجوي دون المائتي كيلومتر مثلا أو دون المائة كيلومتر هذا الاحتكاك يؤدي لأنها تحترق وتخفض سرعتها فتعلق بجاذبية الأرض وتحترق في الغلاف الجوي ثم تسقط في منطقة محددة مثلا من المحيط الهندي أو المحيط الهادي مثلا لتسقط في مقبرة تسمى مقبرة الصواريخ يعني تكون محسوبة هذه الأمور بحيث لا تسقط فوقها مدن لا تسقط فوقها لا تشكل خطر على أي بشر أو أي طائرات أو سفن ربما ويتم تخلص منها لأنها إذا كانت في المدار يعني في كل إطلاق يتم إطلاق مثلا مئات ومئات وألافات الصواريخ أي برغي صغير أو جزء صغير من الحطام الفضائي أو القمامة إذا جالس تعبير الفضائية تبقى دائما في المدار دون أن تتوقف يعني تبقى تسير بشكل دائم بشكل دائم بشكل دائم لذلك عندما تطلق صاروخ آخر يصبح لديك الكثير من الحطام بحيث أنه يصطدم هذا الحطام ببعضه وببعض بسرعات كما قلنا ثمانية كم مثلا ثمانية كم في الثانية هذه سرعات أثمان مرات أو عشر مرات أسرع من الرصاصة يعني تخيل أن رصاصتين تنطلقان بسرعات أثمان أبعاف السرعات الرصاصة العادية وتصطدمان ببعضهم وببعض أو ساتلين كبيرين مثل الأحجام هذه التي رأيناها يصطدمان ببعضهم وببعض وهذا الحطام يصطدم بأجهزة أخرى تؤدي لتشضي انشطاري ومتكرر يعني إذا ساتلين الصدمة الحطام فيهما سيدمر مثلا عشرة سواتل أخرى والحطام من عشرة سواتل سيدمر مئة ساتل آخر هذا سيتصاعد بشكل سريع حتى تتدمر كامل البنية الفضائية إذا أجاز التعبيل للبشر في الفضاء ولا يمكن صعود للفضاء عندها وهذه الظاهرة تسمى كيسلر سيندروم أو متلازمة أو ظاهرة كيسلر والتي تنبأ بها العالم كيسلر أنه لم يكن يجري التخلص من الحطام الفضائي بطريقة مدروسة سيتراكم ويشكل خطر على الرحلات القادمة هل هناك معلومات عن مشروع أريان ستة لا أعتقد ذلك طبعا أذكركم مرة أخرى بالإعجاب بالصفحة ونشر هذا الفيديو والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتشغيل الجرس ليصلكم تنبيهات عند بدء أي بث ويمكنكم مشاهدة البثوث السابقة كلها وشروح عن المهمات الفضائية ما هو مصير الفاصل؟ هل يبقى على العلو؟ شرحنا ذلك البث في الفيسبوك غير عملي نعم أنا شخصيا لا أحبب البث عن طريق الفيسبوك لأسباب مختلفة منها أنه يصعب علي بشكل كبير يصعب علي مراقبة الأسئلة ومشاهدة من يسأل حتى أنه يبدو لي بالنسبة لي يبدو أن الفيديو عالق لسبب ما؟ يعني يبدو أن هناك مشكلة في البث لدي يعني يفصل ثم يتصل مرة أخرى ثم يعلق لكن لسبب مشكلة خارجة عن إرادتنا وهي مشكلة مع اليوتيوب بافتراضهم وجود سرقة للحقوق الملكية رغم أننا أثبتنا لهم وتواصلنا مع صاحب الحقوق وأرسل لهم رسالة إلكترونية مفادها أننا مسموح لنا استخدام هذا المحتوى وبالتالي كانت طبعا شديد اللطف وشديد التعاطف معنا وتمنى لنا النجاح والتوفيق في هذا المشروع ومع هذا اليوتيوب لم يعني بقي يجادل في هذا الموضوع لمدة ستة أيام يعني ستة أيام وأنا أحاول أن أحل هذه المشكلة طبعا وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالإنترنت وغيرها من الأمور يعني الإنترنت الذي استخدمه من المفترض أن يكون ستة ميجابيت بر سكند بالثانية ستة ميجابيت بالثانية داونلود وستة ميجابيت بالثانية أبلود مقابل خمسين دولار أو ما يزيد عن ذلك قليلا شهريا وهو أفضل شيء استطعت أن تأمينه هنا في هذه المنطقة لكن للأسف أتفاجأ قبل البث بنصف ساعة كانت السرعة 0.2 يعني ربع أو أقل من ربع خمس الميجا السرعة خمس ميجا يعني هذا لا يمكن تصوره نحن في سنة 2019 وهناك إنترنت بهذه السرعة يعني السرعة منخفضة جدا جدا تذكروننا بأيام الاتصار عبر المودم الهاتفي يعني حاولت بقدر الإمكان تصحيح المشكلة والمساعدة على البث الآن يعطيني أن البث هو بسرعة 1 ميجا بيت بير سكن وهذا يعني غير مقبول بالنسبة لي يعني يجب أن يكون 6 ميجا بيت بير سكن لأنني طلبت وبحثت عن هذه السرعة تحديدا لكن سنحاول يعني بقدر الإمكان أن نؤمن وأن نصلح هذه المشاكل التقنية طبعا ونتجاوزها طبعا نحتاج دعمكم نحتاج أن تشاركوا هذه الفيديوهات وأن تقوموا بالتعليق عليه لنشرها لعدد أكبر من المشاهدين والمتابعين طبعا هذه المرحلة هي مرحلة التي تسمى أو مرحلة التحليق أو السباحة الفضائية بدون أي دفع بدون أي قوة وهي المرحلة التي يشعر فيها لو كان هناك رائد فضاء مثلا على متن هذا الساتل سيشعر بإنعدام الجاذبية والآن كل الأجهزة في هذا الساتل تشعر بإنعدام الجاذبية لأنها الآن تسير باندفاعها وبعطالتها فقط لا يوجد أي قوة مؤثرة عليها الآن وصلت إلى منطقة جنوب الهند فوق المحيط الهندي الآن نلاحظ أن السرعة ترتفع وتنخفض حسب وجود هذا الساتل أو هذه المركبة في المدار الآن السرعة تنخفض إلى 7.0 كيلومتر في الثانية 6.99 لأن الارتفاع كما نشاهد يرتفع الارتفاع يزيد 4.380 كيلومترا ويزداد و84 و88 و93 نشاهد الارتفاع هنا يزداد والسرعة تنخفض لأنه تماما يمكن فهمه كما سيارة عادية تسير على طريق عندما تصعد صعودا فأن السرعة تتباطى عندما تنزل نزولا فأن السرعة تزيد يعني هذا الأمر مفهوم هناك من يخبرني بأن هناك مشاكل بالفيديو يتم الفصل ناجح للساتل الهندي والآن الفريق الهندي يقوم بتهنئة يقوم بتهنئة بعضهم بعضا اطلاق ناجح لأريان سبيس صاروخ أريان 5 أو أريان 5 حاملا ساتلي سعودي جيوسات 1 أو هلاسات 4 والسات الهندي للاتصالات جيسات نسيت الرقم جيسات 31 نقلناه لكم بالتعليق العربي من فريق بوابة الفضاء أستروغيت كان معكم طبعا رامي عماد ومعنا على الدردشة من الفريق سامي عماد وسمر غانم وطارق وأناس طارق شكرا لهم جزيلا على هذه المساعدة في إدارة التعليقات وإعطائي الفيدباك أو مساعدتي في تأكد من جودة البث وجودة الفيديو ما هو الجوال المريخي 2020؟ زياد الحجلي زياد الجحدلي عفوا صديقي الجوال المريخية 2020 هي جوالة حديثة جدا مبنية على نفس هيكل ونفس استراتيجية كوريوسيتي مركبة كوريوسيتي الموجودة حاليا على المريخ والتي تعمل بشكل مذهل وناجح جدا فاقت توقعات هذه المركبة الآن هي تصعد طبعا أتحدث عن كوريوسيتي تصعد جبل شارب أو شارب مونت شارب في فوهة غيل غيل كريتر على سطح المريخ تقوم بتسلق هذا الجبل ودراسته ومؤخرا سطاع العلماء بإنجاز ذكي جدا وخطوة جدا حساسة وذكية بأنهم يستثمروا المعلومات والمعطيات الدقيقة ناتجة عن أجهزة الحساسات الخاصة بكوريوسيتي التي تقيس التسارع وبعد معالجة هذه المعلومات والمعطيات استنتجوا منها بيانات لقوة الجاذبية وتغير قوة الجاذبية في مناطق مختلفة نشاهد إعادة لهذا الإطلاق الرائع إطلاق مذهل طبعا لأريان 5 شاهدوا معي هذا الإشعال المميز للصواريخ المعززات التي تعمل بالوقود الصلب طبعا كوريوسيتي تقوم بمهامها على تم وجه حاليا لكن لا يمكنها البحث عن كثير من الأمور منها مثلا البحث عن الحياة بشكل يعني اكتشفت مثلا مواد عضوية على المريخ وقمنا بتغطية ذلك وشرح ذلك بفيديو ويمكنكم مشاهدته في قناتنا على اليوتيوب أستروغيت بوابة الفضاء اكتشاف مواد عضوية على المريخ لكن هذا فريق طبعا أريان سبيس يحتفل بنجاح هذه المهمة فسيجري إطلاق مركبة متطورة مبنية على نفس الأسلوب لأن هذا الأسلوب نجح طبعا وطريقة الهبوط نجحت والآليات نجحت وقامت بمهمة رائعة جدا على المريخ فلا حاجة لتغييرها لكن سيرفق معها أيضا ربما حوامة صغيرة تقوم بالتحليق ورصد وتصوير المريخ من الأعلى وإعطاء بيانات للجوالة لرسم مسارها وطريقها سترسل في عام 2020 إلى المريخ ولذلك تسميت طبعا 2020 وستقوم بإجراءات دراسة قد تستطيع أن تثبت وجود حياة سابقة مثلا على المريخ أو حياة حالية على المريخ أو عدم ذلك يعني ربما هذا الأمر مرجح جدا بالنسبة لمشروع آريان 6 سؤالك بوتسيلاند أنا لست على دراية كبيرة بهذا الموضوع يجب أن أبحث عنه لأزوركم بمعلومات دقيقة هناك تقطع ثنين ثانية لكن البث مستمر شكرا على هذا الفيدباك بوتسيلاند رأفة خوري مرحبا أهلا صديقي وأهلا بك لانضمامك لهذا البث يمكنك مشاهدته مسجلا لأنه أعتقد فاتك الإطلاق ويمكنك مشاهدته أيضا على القناة سنرفعه على قناة اليوتيوب أستروغيت بغوابك الفضاء يمكنكم الاشتراك فيها وتفعيل الجرس فيصلكم منه مباشرة تنبيه عند بدء أي بث مرة تفعل مدار الذي سيستقر عليه الساتل سامي عماد طبعا الساتل سيصل إلى مدار جيو ستيشنري أوربت أو المدار الأرضي المتسامت طبعا ودائما ما أنسى هذا الرقم أنسى ارتفاع هذا المدار طبعا ارتفاع المدار الأرضي المتسامت هو 35786 كم تحديدا 35786 كم فوق خط الاستواء ومداره يستمر لمدة 1436 دقيقة يعني كل 1436 دقيقة يقوم بإجراء دورة كاملة حول الأرض وهو تماما يماثل هذا اليوم السيدرال يسمى السيدرال دي أو اليوم الشمسي للأرض وهو تماما 23 ساعة فاصلة تسعة ثلاثة أربعة 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 ستة واحد اثنان اثنان ثلاثة يعني تقريبا 24 ساعة لكن ليس تماما هذا لأن هناك طبعا زوايا تفصل حركة الأرض حول نفسها وحركتها حول الشمس يعني هناك فرق بسيط بزاوية بسيطة يؤدي لفروق ربما أقل من أربعة دقائق فيكون 23 ساعة وأعتقد 56 دقيقة تقريبا وكسور هذا طبعا الذي يتحدث الآن اسمه إسرائيل أعتقد أن اسمه الثاني هو إسرائيل أو إزرائيل هو المدير لشركة أريان سبيس يقوم بتهنئة عربسات والحكومة السعودية على هذا الإطلاق الناجح وتهنئة أيضا وكالة الفضاء الهندية إسرو وكالة الفضاء الهندية وعربسات هي شركة السواتل السعودية طبعا هذه المهمة الثالثة وعشرين الناجحة وهي أول مهمة الثالثة وعشرين مع الشركة الهندية وأول مهمة كانت في 1981 كانت أول مهمة التعاون وأول مهمة رسمية للتعاون بين إسرو الهندية وأريان سبيس التي تعتبر أوروبية وتحديدا مقرها في فرنسا أحلى تحية لأنس الهمام مرزوق أعتقد أن تحيتك وصلت صديقي صوتا وصورة وتحية له أيضا مني لخرقام من مجهود جبار طبعا كنا نعمل أنا وأنس على معالجة الأعطال التي واجهتنا والتحضير لهذا البث ربما لا يمكنكم تصور الضغط الذي كنا نعمل تحته لإتمام هذه التحضيرات قبل خمس دقائق فقط استطعنا قبل أن نجري هذا لمدة ساعات نعمل وانتهينا فقط قبل خمس دقائق تماما من بدء البث لهذا ربما تلاحظون أنني قليلا أفقد وتركيزي لهذا اليوم لو لشيء بسيط بوتسيلان شكرا جزيلا أن نورتنا علما طبعا لي الشرف أن أكون معكم هذا المشروع الذي نعمل عليه هو ليس فقط لإجراء محاضرات والطرح المعلومات فقط هو للمناقشة والتفاعل ونتعلم معا هناك معلومات كثيرة لم أكن أعلمها قبل اليوم في بحثي مثلا عن هذا الساتل وعن مهامه وعن مداره وعن أمور كثيرة تتعلق فيه وتعلق بالصاروخ وتعلق بأريان سبيس يعني أزداد علما وأتعلم الكثير من هذه الأمور وحتى عندما تسألوني سؤال يعني ربما تسألوني سؤال يكون فعلا يعني عميق وذكي جدا فأذهب وأبحث عنه وأحاول أن أعثر على المعلومة المطلوبة موسى مهاشي أو لست أدري ما الاسم أهلا بك صديقي ما الأغراض من هذا القمر؟ هو ساتلين صناعيين صديقي ساتل عرب ساتل سعودي ساتل سعودي جيو ساتل واحد هلا ساتل أربعة وساتل جي سات واحد وثلاثين وهما ساتلين للإتصالات واحد لصالح اليونان وواحد لصالح الهند طبعا الساتل الذي يعمل لصالح اليونان هو من تصنيع وإدارة شركة عرب ساتل السعودية بوابة الفضاء أستروغيت اسمه استيفان إسرائيل صح هو اسمه استيفان إسرائيل هو فرنسي طبعا أعتقد الآن المتحدث باسم السعودية يقوم بشكر الحكومة السعودية في تسهيل هذا العمل وهذا الإجراء وإيصال هذا الساتل للمدار المطلوب طبعا هذا التعاون بين لوكيد مارتين شركة الصناعة الأمريكية العسكرية وعرب سات وكاكس وحلسات اليونانية الحمام مرزوق الله يقويكم شكرا صديقي قواك الله وعافك وأرجو من الجميع أن لا تنسوا ولا تبخلوا علينا بالإعجابات والمشاركات والتعليقات أي تعليق يساعد أي نشر لهذا الفيديو يساعد في استمرار هذا المشروع ويشجعنا معنويا وفعليا عندما يصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس هذا يشجع على انتشار هذا المشروع ونجاحي وأرجو منكم أيضا أن تقوموا بزيارة قناتنا على اليوتيوب أستروغيت بوابة الفضاء وأيضا لدينا مجموعة على الواتساب ومجموعة على التليجرام يمكننا من خلالها التفاعل معكم وإرسال التنبيهات يعني قبل أن نخرج في البث نقوم بإرسال تنبيه لأعضاء هذه المجموعتين مثلا أن سيكون هناك بث مثلا بعد ساعة أو اليوم مساء أو غدا مثلا كي لا يفوتهم أي من هذه البثوث أرجو من فريق بوابة الفضاء أستروغيت أعتقد أنس معي يمكنك وضع الروابط صديقي في التعليقات رابط بجموعة المجموعة الرسمية يعني على الواتساب والمجموعة الرسمية على التليجرام ورابط القناة على اليوتيوب زياد الحج الجحدلي هل توجد مركبة في مدار زحل حاليا لا أعتقد ذلك صديقي لست متأكد لكن لا أعتقد ذلك لأن آخر مركبة كانت كسني وقد هبطت واحترقت في مهمتها الأخيرة والتي كانت فعلا تثير العواطف لمن تعلق بهذه المركبة التي أرسلت لنا صور مذهلة جدا ثم بنهاية مهمتها لكي لا تؤدي لتلويذ أو إضرار بأي حياة ممكن أن تكون موجودة على أقمار وتوابع زحل فجرى حرقها ضمن الغلاف الجوي لزحل لإنهاء مهمتها عندما طبعا نفذ منها وقود توجيه ولا أعتقد أن هناك مهمات أخرى موجودة طبعا هناك المزيد من خطابات الشكر أنا أنتظر أي وجود أي أسئلة منكم أصدقائيا إذا كان هناك أي أسئلة أو تعليقات يمكننا أن نجيب عنها أحاول أيضا أن أجد الروابط ترجمة نانسي قنقر هذا الرابط قناتنا على اليوتيوب صديقي أنس أرجو منك إزالة التعليق الذي قمت بوضعه لأن هناك روابط محددة نشرناها موجودة في الملف الذي نشرناها صديقي طبعا أيضا يهني الأمير سلطان بن سلمان وهو رئيس الوكالة الفضائية السعودية يقوم بشكل خاص وأيضا هذا الرابط هنا على الواتساب أرجو التأكد من روابط أنس أخبار جونو جونو تدور حول المشتري وليس حول زحال سيمو علاوي جونو هي مركبة تدور حول المشتري وتدور تقريبا بمدار تقريبا شبه تقريبا شبه قطبي وذو اكسنترسيتي أو ما تسمى ببيضوية عالية جدا فهو مدار ليس دائري يعني تقترب بشكل كبير 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 جدا من المشتري ثم تبتعد لمسافة بعيدة جدا ثم تقترب وهذا طبعا لكي تتجاوز أحزمة الإشعاع كما يوجد حول الأرض أحزمة إشعاع وهي أحزمة ألن بيلت أو أحزمة ألن الشععية يوجد حول المشتري أحزمة أشععية أقوى بأضعاف عديدة جدا ويمكنها شيء الأجهزة الإلكترونية كما لو أنك وضعت مثلا الهاتف في المايكرو ويف تقوم بشيء فتم صناعة جونو بطريقة تحمي هذه الأجهزة لأكبر حد وتكون هذه الأجهزة مخصصة لتتحمل هذه البيئة الإشعاعية العالية جدا لكن مع هذا صمم مدارها بشكل يدخل لفترة قصيرة فقط يقترب من المشتري تحت هذه الأحزمة الإشعاعية ثم يجد هذه الأحزمة الإشعاعية بأسرع وقت ممكن ليخرج خارجها ويدور في منطقة خارجها ثم يعود ليقوم بمدار آخر وفي كل مدار يخترق هذه الأحزمة مرة واحدة في الدخول بشكل سريع ثم مرة أخرى في الخروج ويكون مداره بعيدا أو أيضا سأحاول أن أعثر على صورة توضح هذا الأمر هذا الآن المتحدث هو باسم الوكالة الإشعاعية فضائية الهندية هذا المدار أعتقد أنه يوضح الأمر أتمنى أن تكون الصورة واضحة هل الصورة واضحة؟ كما نشاهد هنا فإن هذا المشتري وهذه الأحزمة الإشعاعية هذا مدار جونو يقترب من بعيد يمر من هذه المنطقة من خلال المجال الإشعاعي ثم يصل هنا في هذه المنطقة يتكون الإشعاعات أخف نوعا ما ثم يعود ليتعرض الإشعاعات للحظة هنا في هذه المنطقة بشكل كبير ثم يخرج منها ويكون مداره بهذا الشكل سأعرض أيضا أحدى الصور الأخرى التي توضح هذا الأمر بشكل أوضح فقد رسم المدار بشكل يعني محدد ليكون ليمر بأقل ضرر ممكن يعني لتعرض المركبة لأقل ضرر إشعاعي هل الصورة واضحة؟ سأحاول توضيحها أكثر نشاهد هنا هذا المدار مثلا الرقم 4 وهذا المدار 20 وهذا المدار 36 فهي تدور بهذه الطريقة تبتعد بشكل كبير ثم تقترب من المشتري وتدخل من تقريبا فوق القطب ليس مدار قطبي تماما تدخل فوق القطب ثم تمر في هذه المنطقة التي تتعرض فيها هنا للإشعاع ثم تدخل ضوء تحت منطقة الإشعاع الخطير يعني تصبح من منطقة إشعاعها أقل بكثير في هذه المنطقة في هذه الفجوة هنا ثم تتعرض مرة أخرى للإشعاع أثناء خروجها ثم تخرج هنا وتكون بعيدة عن الإشعاع ثم تقوم بمدار آخر وهكذا وهذه النقاط المناطق الحمراء هي المناطق ذات الإشعاع الكثيف جدا والقوي جدا بينما هناك يخف الإشعاع متجهين إلى الخارج ومتجهين أيضا إلى الداخل يعني كلما اقتربنا أو ابتعدنا يكون الإشعاع أخف وكلما اتجهنا إلى هذه المناطق القطبية يكون الإشعاع أخف بكثير رأفة خوري هل يبقى الساتل فوق البلد التابع له ويدور مع دوران الأرض أم يدور حول الأرض هو يدور مع دوران الأرض ويدور بنفس السرعة تماما يدور تماما بنفس سرعة دوران الأرض حول نفسها فيبقى دائما فوق منطقة محددة ليس ضروري أن يكون فوق البلد التابع له يمكن أن يكون في أي مكان لكن إذا أردت أن يكون مثلا عرب سات يرسل تغطية لمنطقة العربية فيجب أن يدور في منطقة فوق المنطقة العربية يجب أن يكون في منطقة متسامتة مع مثلا مصر أو السعودية مثلا إذا كان يتسامت مثلا مع أستراليا أو مع الصين فلن نستطيع التقاط عرب سات بكل بساطة بالنسبة لمعلومات أخرى عن هذه الصورة مثلا التي التقطتها جونو إحدى الصور المذهلة جدا التي التقطتها وهذه صور حقيقية طبعا ترجمة نانسي قنقر